موسيقى طيب إذن بالفقرة الطبية اليوم رح نتحدث عن صحة الرجل بالعقد الرابع فما فوق كيف بيستطيع الرجل أنه يحافظ على صحته شو هي الأمراض والمشاكل الصحية المحتمل حدوثها بهذه الفترة العمرية وأيضا شو أهمية الفحاصات الدورية وغيرها طبعا من المواضيع المهمة بصحة الرجال بعقدهم الرابع نتحدث أكتر عن هذا الموضوع مع الدكتور ماهر زبانة استشاري أول جراحة الكلاوة المسالك البولية صباح الخير دكتور سيد صباح الخير أهلا وسهلا فيك أهلا فيك يعني سؤالي الأول ليش صار في تركيز أو مش صار يعني بشكل عام إحنا نهتم بصحة الرجال والنساء لكن اليوم رح يكون في تخصيص بالحديث عن الرجال بالتحديد بعقدهم الرابع وفما فوق ليش فيه اهتمام تمام أولا أنا أسميها قصة قصة حياة الرجل في العقد الرابع يعني مفروض أي رجل في العقد الرابع في سنة الأربعين أنه وصل إلى النضوج التام نعم يعني بمثله إنسان ناضج بنفس الوقت هذا النضوج فيه وراءه مسئولية كبيرة مسئولية كبيرة تجاه مجتمعه مجتمعه الكبير بنفس الوقت مجتمعه الصغير اللي هي العائلة صح وحاجة مهمة جدا في هذا الموضوع هو المسئولية يعني المسئولية وليس فقط الواجب تجاه المجتمع المسئولية تجاه عائلته وإحنا مشكلتنا للرجال عادة بينكروا إنهم ممكن يمرضوا فما عندنا هذا الاهتمام بصحتنا ليش؟ بجوز لأنه نحنا بنقول إنه إحنا رجال أصحاب القوة ما بسين نمرض ممكن يكون نوع من الخوف بالتطرق حالة النكران بنقدر نحن خلنا نسميها حالة النكران أو الخجل من الضعف لأنه قد يمثل لديه نوع من الضعف إذا هو مرض ففي هذه المرحلة المزبوطة هي مرحلة مهمة في حياة العائلة صح أي مرض بصيب الرجل في هذا السن هو مرض يخص الرجل لكن للأسف يؤثر على جميع أفراد العائلة ومن ضمنهم الأبناء والزوجة والحياة الزوجية يصير فيها اعتلال كمان هناك بعض الأمراض الكثيرة التي تحدث ومسمينا نحن الأمراض المزمنة في هذا السن بالذات أهم الأمراض المزمنة إحنا لدينا في هذا السن السكري ارتفاع التوتر الشرياني أو الضغط تراكم الدهنيات ارتفاع الدهنيات بالدم السمنة وهذا مهم جدا أمراض الاكتئاب مثلا التوتر النفسي الضغوطات النفسية ولن ننسى طبعا أمراض الجهاز البولي والتناسري ومن أهمها الاعتلال الحياة الجنسية لديه في كثير من الأحيان اعتلال الحياة الجنسية يكون هو قمة جبل الجليل يعني بيجي عندنا عشان موضوع معين ونكتشف أنه عنده ضغط وسكري ودهنيات وكل هاي المشاكل فلهذا السبب الموضوع ليس فقط هو الاعتلال الجنسي بل هو صحته من ناحية عامة نعم طيب دكتور يعني إحنا لما نقول أن الرجال بعمر الأربعين منحس أنه إلى حد ما عمر الأربعين لساته شباب ولساته صغير ويمكن زي ما ذكرت أن الرجل ما بنقول بالخمسين وبالستين يعني ما احترامنا لجميع الرجال بكافة الفئات العمرية لكن بعمر الأربعين وبداية الأربعينات لساته شباب ويعني بعيد من نقدر نحكي إلى حد ما عن الإصابة بأي من الأمراض المزمنة اللي ذكرتها يا ستي أول إشي أنا ذكرت قبل شوي أنه في أشياء تميز هذا السن هناك الإنتاجية إنتاجية الرجل في هذا السن يجب أن تكون في أوجها يعني هو إنسان منتج لكن هناك برضو أمراض تأتي لها نسب معينة تأتي في هذا السن مثلا لو قلنا نحن لو تحدثنا عن أمراض السكري السكري في بعض الدول في الشرق الأوسط نحن عندنا أكثر من ثلث السكان يعانون مرض السكري عندنا في أردن كمان نسبة عالية جدا قد تصل إلى 19% أو إلى 21% بعض الدراسات من مجموعة السكان لكن في هذا السن برضو لو تحدثنا عن أنا ذكرت بشوية الاعتلال في الحياة الجنسية بين سن الأربعين وسن السبعين عنده 50% لديهم اعتلال في هذا المجال والسبب ليس فقط لأنه فيه اعتلال جنسي لأنه زي ما قلت بشوية هو قمة جبل الجريد وهناك أمراض وراءها نعم الخطر رقم واحد على صحة الرجل في هذه المرحلة هي السمنة السمنة كيف نتحدث عن السمنة مثلا ما هي السمنة في العلم نقول السمنة المركزية يعني لو قلنا عند الشعب الأوروبي مثلا أي شعوب أوروبية الخصر 94 سنتي أو أكتر شوي أو ما يساوي 94 سنتي زائد عاملين أو شغلتين من اللي هلا بحكيهم اللي هم إما ارتفاع الدهنيات الثلاثية في الدم أو انخفاض في الكوليسترول الجيد أو ارتفاع في الكوليسترول السيء مثلا أو ارتفاع في نسبة السكر في الدم كل هذه الأمور إذا جمعناهم مع بعض بتأدي إلى مشكلة السمنة المركزية التي قد تؤدي إلى حالة أكبر خطر على جسم الرجل وتسمى اعتلال عمليات الأيد المركزية في الجسم وكلها تؤثر على شيء اسمه الهرمون الذكري في الجسم والهرمون الذكري لازم يعرفوا الجميع أنه أهميته مش بس فقط في الحياة الجنسية وليس فقط في الأمور الجنسية الهرمون الذكري مهم جدا للدماغ للذاكرة للجلد للعظم للنمو في الجسم لهذا السبب كل ما يؤثر على الهرمون الذكري سيؤثر بالتالي على أمور أخرى في صحة الرجل وستتأثر فيها العائلة كاملة فمن هون نبدأ التوعية مهمة جدا في هذا المجال ويجب أن نوعي الرجال في هذا السن طب هلأ كيف نقدر ننصح الرجال بهذه الفئة العمرية وبالفترة العمرية بأنهم يقوا أنفسهم يعني مثلا هل بالفحوصات الدورية شو هي السلوكيات اليومية أو نمط الحياة اللي بيستطيعوا أنهم يتبعوا يمكن قبل الأربعين لحتى يقوا أنفسهم من الإصابة بأي من هذه الأمراض والمشاكل الصحية ببداية فترة الأربعين تمام هلأ الدرس ليس فقط للرجال بعض الأربعين هو كمان للناس اللي لساهم بالعشرينات والثلاثينات حتى يتعلموا لو قدام ما يؤعوا في هذه المشاكل أنا ذكرت أمراض مزمنة تأتي في هذه الحقبة من السن من العمر ولكن برضو يجب أن تتوفر شروط أخرى لكي تقوم هذه الأمراض وتحصل هذه الأمراض في أشياء كتيرين نحن في مجتمعاتنا خطأ بنعملها أول إشيء التغذية الزائدة عن اللزوم يعني الأوبر إيتنغ نوعية الغذاء اللي بناكم الدخان الدخان أنا واحد من الأشياء اللي نحن نسميها بالعلم مرض التدخين هو ليس آفة هو فعلا مرض التدخين عدم لعب الرياضة فكل هذه الأمور كعوامل مساعدة تساعد في الأمراض اللي حكيت فيها قبل شوي أنا نعم على أنه تأثر على صحة الرجل ففي النهاية إذا أنا بدي أحاول أكثر هذه الدارة الجهنمية التي تؤثر على صحة الرجل يجب أن ننتبه في الأول على نوعية حياتي على أسلوب حياتي على أسلوب معيشتي نعم ما بين الدخان الكحوليات بتأثر على الكبد بتأثر على الأعصاب وبالتالي تؤثر على الهرمون الذكري أنا برجع دائما الهرمون الذكري في الجسم ليش؟ لسبب واحد لأنه الرجل يهتم برجولته صح والهرمون الذكري يؤثر فيه كثير من الأمور التي لها علاقة بالرجولة في الجسم فلهذا السبب نلاقي الرجل يهتم بأنه لا الهرمون الذكري ليس لازم يتأثر عندي فأنا لازم أهتم بي أنه ما أكون عندي سمنة أنه ما يكون فيه عندي سكري أنه ما يكون فيه عندي ضغط فهذه الأمور يجب أن ننتبه إلها ففي النهاية هي الوقاية هو درهام وقاية خيره من كنتار علاج نعم طب بالنسبة للفحوصات الدورية قديش مهم مثلا الرجال ببداية عمر الأربعين أنهم يصيروا يلجأوا إلى الفحوصات الدورية أكثر من السابق؟ لما نقول الفحوصات الدورية نعم نقول كل ستة شهر كل سنة كل سنتين الرجل لازم دائما يروح يفحص ويتطمن على حالته الصحية؟ عادة نعتمد على صحة الرجل وما هو المرض الذي يعاني فيه إذا كان في عنده مرض معين لكن من ناحية عامة على الأقل الرجل المرتين في السنة يفحص عن طبيب يعني على الأقل يشوف إذا الكلاب تشتغل منه عنده يشوف إذا عنده دهنيات مرتفعة يشوف إذا في عنده سكر عالي التوتر اللي احنا عاشينه في حياتنا بيخلي الإنسان من غير ما يأكل كتير يصير فيه عنده سكر من غير ما إنه يقعد ويقاعص عن الرياضة يصير فيه عنده سمنة لهذا السبب الوقاية مهمة جدا يعني لو مرتين بالسنة راجع طبيبه بيكون كتير مياح مرتين على الأقل مرتين يعني كل مرة كل ستة كل ستة أشهر مرة كل ستة أشهر إلا إذا كان فيه أنه طبعا أمراض معينة يشكوا منها واعتمالا على هذا المرض في بعض الأمراض تحتاج كل أسبوع مراجعة تحتاج كل شهر مراجعة لكن من ناحية عامة رجل صحيح الجسم لا يعاني من أي مرض أو ظاهريا لا يعاني من أي مرض على الأقل مرتين بالسنة يراجع طبيبه نعم طيب دكتور يعني برأيك مثلا إحنا إذا ننقارن حالنا بالدول المتقدمة منشوف مثلا لما نسافر على الدول الأوروبية والدول المتقدمة بشكل عام منشوف أنه فيه هناك اهتمام بالرياضة اهتمام بالصحة فيه توعية يعني إلى مستوى عال جدا يعني الرجال مثلا بعمر الأربعين والخمسين والستين والسبعين يشوفهم بيطلعوا بركدوا بالشوارع وبمارسوا الرياضة بالنواد الرياضية إحنا إيش المشكلة عندنا يعني ما هو سبب عدم إقبال الرجال إذا بنحكي بعيدا عن النساء مثلا على ممارسة الرياضة والاهتمام بحياتهم بشكل عام نمط حياة صحي واتباع نمط حياة صحي سيدتي هي ثقافة يعني والثقافة لا تبدأ الآن في سن الأربعين والخمسين الثقافة تبدأ في المنزل تبدأ في المدرسة بعدين في الجامعة في الكلية يجب أن نعلم الناس هذه الثقافة ويجب أن نتقنها أنا لازم يعرف الشخص اللي عمره عشرين سنة إنه لما سيء أربعين سنة فيه إشي اسمه فيه إشي اسمه فيه إشي اسمه القبر في السن فيه إشي يجب يتغير في جسمك وحتى تحافظ على جسمك المتغير بصحة سليمة يجب أن تعي أنه فيه أمراض معينة والوقاية منها تحتاج إلى متابعات دورية تحتاج إلى أنك ما تأكل أكل غير صحي تحتاج إلى أنك ما تدخن تحتاج إلى أنك تلعب رياضة فهي ثقافة هي قبل كل شيء هي ثقافة ويجب أن نوعي الناس لهذه الثقافة نعم يعني سؤالي الأخير فيه العديد من الرجال زي ما ذكرت يمكن بيكون عندهم الرجولة بالنسبة لهم يعني ممكن أنها تتأثر بحالة يعني شعوره أنه هو ممكن يكون مريض أو هو مثلا زي ما ذكرت عن الهرمون الذكري مثلا ممكن أنه يتأثر إلى حد كبير نعم فقديش مهم أنه الرجل لازم يكون فيه عنده توعية بأنه يعني يواجه الواقع بأنه أنا مثلا ممكن أنه حالتي الصحية مثلا تدهور فإيش الرسالة اللي بتحب تقدمها للرجال بعمر الأربعين بما أنه يعني هيك هذا آخر سؤال تمام أنا الرسالة الوحية بحب أوجهه أنه صباحا لما بيصحى الرجال يتطلع بعيون ولاده يتطلع بعيون زوجته ويفكر أنا إنسان مسؤول عن أرواح أخرى فيجب أن أكون مسؤول برضو عن حياتي وبرجع بقول قنطار وقاية عفوا ندرهم وقاية خيره من قنطار علاج يعني لازم ننتبه إلى هذه الناحية أكيد ختاما دكتور أنا بدي أتشكرك شكرا إلك ويعطيك ألف عافية نصائح مهمة جدا وإن شاء الله هيك يتم تطبيقها من قبل الرجال وإن شاء الله الله يحمل جميع ويعطيهم طولة الصحة والعافية شكرا إلك الدكتور ماهر زماني استشاري أول جراحة الكلع والمسالك البولية أهلاً وسهلاً فيك شكراً نساء صباحاً